السؤال رقم 11 A uniform electric field of magnitude 500 volt per meter is directed along the negative y axis إذن لدينا حق الكهرباء ثابت قيمة معروفة وموجه إلى negative y axis إذن عمودي إلى الأسفل A 6 microcoulomb charge moves a distance of 20 cm along the x axis the change in the potential energy of the field charge system in microjoule مطلوب إذن لهذا الشحنة التي تتحرك أفقيا تمام في اتجاه x axis وبهذا المسافة هذه ما هو التغير في الطاقة الكامنة الكهربائية إذن ممكن نتصور الحركة بهذا الشكل هذا إذن الشحنة سوف تتحرك إلى اليمين من النقطة A إلى النقطة B إذن أفقيا في اتجاه المحور X أما الحقل إذن عموديا متجه إلى الأسفل وهو negative y والشحنة هذه إذن شحنة Q والكتلة M بما أن الحقل وخطوط الحقل سوف تكون عمودية بهذا الطريقة هذه فهذا الاتجاه هو اتجاه المستوى الذي قيمة الجهد فيه متساوية اللي سميناه الإكوي بوتنشل إذن البوتنشل في النقطة A يجب أن يساوي البوتنشل في النقطة B تمام وVA يساوي VB إذن فرق الجهد أثناء الحركة يساوي السفر تمام إذن هذه تعريف الإكوي بوتنشل بالطبع في هذا الحال إذن التغير في الطاقة الكهربائية دلتا UE يساوي الشحنة ضرب دلتا V وفي هذا الحال يساوي السفر هناك ملاحظة وربما بعض المعلومات التي ربما لم تكتب في السؤال إذا كان بالطبع الحق الكهربائي هو المؤثر الوحيد نذكر دائما أن القوة الكهربائية كبيرة جدا بالمقارنة مع وزن الجسيمات الأساسية مثل البروتن والإلكترون وبتالي لا نأخذها بعين الاعتبار فإذن إذا كان تحت أثير القوة الكهربائية فقط فلا يمكن أن يسير باستقامة مثل هذه لازم يكون عنده تسارع إلى الأسفل بالطبع إذا كان موجب القوة الكهربائية تكون في اتجاه الحقل ويكون التسارع إلى الأسفل ويكون إذن مصار بارابولي وإذا كان بطبع شحنة سالبة تصعد إلى الأعلى نبقى دائما في الشحنة الموجبة وهي البروتون في هذا الحال إذا حبينا أن الجسيم يمشي يعني البروتون أو الشحنة الموجبة يمشي في اتجاه مستقيم يجب على مجموعة القوة أن يكون صف ولهذا سبب يجب إنتاج قوة ثانية مثلا قوة مغناطيسية مثل من سوف ندرس في شبترات الموالية بعد ما ننهي دراسة الكهرباء إذن إذا تخيلنا حقل مغناطيسي إضافي فسوف ينتج قوة مغناطيسية وتكون مساوية ومعاكسة تماما للقوة الكهربائية وفي هذا الحال تماما مجموعة القوة يساوي السفر وبالتالي يمكن لهذا الجسيم أنه يستمر داخل الحقل الكهربائي وبدون أن يخسر طاقت الحركية تماما تبقى ثابتة وبالتالي نبقى دائما على هذا الناتج هذا دلت يو إي يساوي السفر